وفقت لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية بمجلس التنسيق العماني السعودي في اجتماعها الأول على عدد من التوصيات والمبادرات في قطاعات الثقافة والسياحة والصحة والإعلام والرياضة والتعليم كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والحث على الإسراع في تنفيذ المبادرات المختلفة شمل الاجتماع توقيع الجانبين العماني والسعودي على محضر اجتماع لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية بمجلس التنسيق العماني السعودي وقع من الجانب العماني سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة رئيس اللجنة ومن الجانب السعودي سعادة المهندس فهد بن عبد الرحمن الكنعان وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية رئيس اللجنة